رفضت لجنة إسرائيلية تابعة لمكتب مراقب الدولة طلب رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو بالسماح له بطلق تبرعات مالية من الرجل الأعمال الثري سبانسر بارتريج المقرب منه لصالح تمويل نفقاته القضائية ومتاعب محاميه وكانت اللجنة قد اشترطت السماح له بتلقي تبرعات بالكشف عن وضعه المالي وعن ممتلكاته داخل البلاد وخارجها حيث أمهلته 30 يوما لهذا الكشف